شاهدين أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية تخلد أسرة الأمن الوطني اليوم الاثنين الذكرى السادسة والستي لتأسيس المدرية العامة للأمن الوطني وهي مناسبة سنوية لاستحضار الإنجازات والتضحيات الجسيمة التي يبذلها رجال ونساء الأمن الوطني خدمة للوطن والمواطن ولتجديد الالتزام بمواصلة التفاني المطلق في حماية الأشخاص وصون الممتلكات والوفاء الدائم لمؤسسة البلاد تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وقد حرصت هذه المؤسسة منذ تأسيسها على مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة من خلال الاعتماد على العمل الاستباقي لمحاربة الجريمة والحضور الميداني الفعال ورفع درجات اليقظة حيث عملت على تطوير وتحديث بنية الشرطة وعصرنة طرق عملها والرفع من جاهزيتها وتوفير الدعم التقالي واللوجستي للوحدات الميدانية للشرطة والاستثمار الأمثل في العنصر البشري وعلى سعيد آخر احتضنت مدينة والعيون أشغال اللقاء الخامس من سلسلة اللقاءات الجهوية التشاورية التي تنظبها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في إطار إعداد التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل المزيد من التفاصيل حول سياق هذه اللقاءات التشاورية في تقرير صفيا أصمار احتضنت مدينة العيون أشغال اللقاء الخامس من سلسلة اللقاءات الجهوية التشاورية التي تنظمها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في إطار إعداد التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل هذه اللقاءات التشاورية الجهوية تأتي في سياق التحضير لتفاعل المغرب مع هذه الآلية الأممية في جولتها الرابعة بمجلس حقوق الإنسان خلال دوراته الواحدة والأربعين المزمع عقدها ما بين السابع والثامن عشر من ونبر المقبل بجونيف لاستعراض سجلات حقوق الإنسان لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة نحن اليوم بدعوة كريمة من المندوبية الوزارية للحقوق الإنسان في إطار فتحها للمنابر التشاورية الجهوية حول آلية الاستعراض الدوري الشامل المملكة المغربية هي مقبلة على إعداد تقريرها الرسمي وأكيد فتح هذا المنبر يعكس الإرادة الكبرى من أجل استكمال بناء الديمقراطي بالدرجة الأولى وأيضا بناء دولة حقوق القانون مجلس الوطني حقوق الإنسان بصفته مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان التي تعتمد مبادئ باريز فهو قدم اليوم مجموعة من الملاحظات بخصوص الإنجازات التي قام بها والتوصيات التي تقدم بها سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى تطوير الحقوق والحريات هذا اللقاء يرم تعميق التشعور بين مختلف الفاعلين الجهويين في أفق الإنخراط القوي في تفعيل توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل كما يسعى إلى تمكين المشاركين من تملك طبيعة هذه الآلية الأممية وقضايا حقوق الإنسان التي تثيرها واستجلاء الخصوصيات الجهوية والتحديات والممارسات الفضلاء ذات السلة في خبر آخر نظمت أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني حفلة تسليم شواهد على الخريجين برسم سنتين عشرين والفين احدى وعشرين والفين بحضور وزير النقل واللوجستيك السيد محمد عبدالجليل بتابع التفاصيل نظمت أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني بمقرها بالنواصر حفلة تسليم الشواهد على الخريجين برسم السنتين الفين وعشرين والفين وواحد وعشرين بحضور وزير النقل واللوجستيك السيد محمد عبدالجليل ويتعلق الأمر بمائتين وستين خريجا منهم مئة وثلاثة وأربعون متخرجا برسم سنة الفين وعشرين وكذا مئة وسبعة عشر متخرجا برسم سنة الفين وواحد وعشرين موزعين على خمسة تخصصات هندسة مراقبة الملاحة الجوية وهندسة إلكترونيك سلامة الملاحة الجوية وهندسة الإعلاميات والهندسة الصناعية والإنتاجية وهندسة الكهرباء الإلكترونيك والاتصالات تنفتخروا بهذه الشباب دون تقنية عالية وتنتمنوا لهم إن شاء الله مصار مهني غني هي أكبر طاقة عند الدول هي الطاقة البشرية ديالها وسيدنا الله ينصروا دائما تيحد على الحكومات باش تعمل جاهدة باش تواكب هذ الشباب وتقدم له تعليم وتقدم له مستقبل زاهر إن شاء الله حفل التخرج الذي عرف حضور شخصيات مدنية وعسكرية تميز على وجه الخصوص بتوقيع اتفاقية شراكة بين أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني وشركة سويسبورت موروكو لتمكين طلاب الأكاديمية من الاستفادة من تدريب التكوين دمن هذه المؤسسة المتخصصة في تقديم الخدمات لشركات الطيران والمطارات هذه الأفواج تنضف الأفواج السالفة التي كونتها الأكاديمية والتي بلغت إعدادها منذ سنة 2000 منذ أندشن صاحب جلالة هذه الأكاديمية سنة 2000 يوم 26 أكتوبر اليوم نصل إلى عدد قارب الألفين طالب متخرج ومتخرجة من هذه الأكاديمية وزودت المكتب الوطني بالمطارات بما يخصه وما يهمه من موارد بشرية تعمل على تدبير الملاحة الجوية في بلادنا في أمن وسلام والحمد لله أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني التي تأسست سنة 2000 تعد مؤسسة للتعليم العالي تهدف إلى تكوين مراقبي الحركة الجوية وتقنيين في مجال إلكترونيك سلامة الملاحة الجوية فضلا عن مهندسين الآن مشاهدين إلى الأخبار الدولية حيث أفدت السلطات الأمريكية بأن إطلاق نار وقع في كنيسة جنوب ولاية كاليفورنيا بعد ظور الأحد أصفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة خمسة آخرين وقد تم اعتقال شخص مشتبه به التقرير لحمد الخطر هي المرة الثانية التي يتم فيها إطلاق النار بشكل عشوائي في الولايات المتحدة الأمريكية في أسبوع الواقعة التي شهدتها كنيسة جنوب ولاية كاليفورنيا أسفرت عن مقتل شخص على الأقل وإصابة خمسة آخرين فيما جرى اعتقال شخص مشتبه به بحسب ما أفادت به السلطات الأمريكية ووقع إطلاق النار في كنيسة جنيف في بلدة لاغونا وودز التي يبلغ عدد سكانها 16 ألف نسمة مكتب رئيس بلدية مقطعة أورينج بولاية كاليفورنيا قال عبر تويتر إن جميع المصابين هم من البالغين وتم نقلهم إلى المستشفى مضيفا أن شخصا لقي حتفه في مكان الحادث ولم تصدر السلطات في ولاية كاليفورنيا أي بيان بشأن الدوافع المحتملة وراء إطلاق النار في الكنيسة ما أن تنفست الاقتصادات الرئيسية بأمريكا الجنوبية السعوداء بعد جائحة ما زالت تداعيتها قائمة حتى عاد شبح التضخم لبعث الخوف من جديد في سياق الحرب في أوكرانيا وصعوبات الحصول على الإمدادات من الأسواق العالمية التفاصيل في هذا التقرير هشام الأكحل في المراسل التالية ما أن تنفست الاقتصادات الرئيسية بأمريكا الجنوبية السعوداء بعد جائحة ما زالت تداعيتها قائمة حتى عاد شبح التضخم لبعث الخوف من جديد في سياق الحرب في أوكرانيا وصعوبات الحصول على الإمدادات من الأسواق العالمية الأرجنتين باتت تسجل معدلات قياسية في نسب التضخم المشكلة التاريخية التي عجزت جميع الوصفات عن إيجاد حل لها منذ مطلع العام الجاري تجاوزت تضخم 23% ويتوقع أن ينهي السنة بنسبة 65% نحن في لحظة يعيش فيها عدد من الأرجنتينيين تحت عتبة الفقر سواء في بونوسايريس أو في عدد من أقاليم البلاد في البرازيل أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية بلغ معدل التضخم التراكمي خلال الـ 12 شهرنا الماضية أزيد من 12% وفشلت التعديلات المتعددة لأسعار الفائدة المعيارية التي قررها البنك المركزي في كبح جماح التضخم وكذلك الحال في بلدان أخرى بأمريكا الجنوبية في الحقيقة الوضعية مقلقة ومثيرة للمخاوف ما كان يكفينا لشهر كامل التي ينتهي في النسف منه أو في أحسن الأحوال في يوم الـ 20 ارتفعت أسعار كل السلع والمواد الأساسية وبالخصوص تلك التي نحن بحاجة إليها ومن أجنيه لا يكفي للمأكل والمشرب وتمدرس الأطفال الوضع صعب جدا في أمريكا الجنوبية عموما تخفي أرقام التضخم الصارخة واقعا اجتماعيا يعيش على صفيح ساخن تغذيه مستويات الفقر المفزعة والفجوات السحقة بين الطبقة الاجتماعية اقتصاديا دائما أعلنت سلطات شانغاي الصينية عن إعادة فتح الأعمال التجارية تدريجيا اعتبر من اليوم الاثنين بعد حوالي شهرين من الإغلاق بهذا المركز الاقتصادي والمالي للعملاق الأسيوي على التقرير لحمزة الخطر بعد حوالي شهرين من الإغلاق سلطات شانغاي تعلن إعادة فتح الأعمال التجارية تدريجيا بحسب ما أعلن عنه نائب رئيس البلدية تشين تونغ والذي أشار إلى أن هذه العملية ستتم على مراحل دون تحديد ما إذا كان يتحدث عن استئناف تدريجي للنشاط في المدينة أو ما إذا كان يشترط معايير صحية معينة لاستئناف النشاط وفي الصين أي رفع للقيود مشروط بعدم وجود أي إصابات في المجتمع أي عدم اكتشاف إصابات جديدة لمدة ثلاثة أيام خارج مراكز الحجر الصحي ويبدو أن هناك انخفاض في عدد الإصابات فسلطات شانغاي أعلنت أنه تم وقف انتقال العدوى المجتمعية لكوفيد 19 في 15 حيا من أحيائها الستة عشر مؤكدة أنها تسعى جاهدة لتحقيق صفر إصابات بكوفيد 19 مسؤول ببلدية شانغاي قال نسعى جاهدين لتحقيق صفر إصابات على مستوى المجتمع مضيفا بعد ذلك سنفتح شانغاي تدريجيا بطريقة منظمة ونسمح بحركة محدودة وفق تدابير السيطرة الفعالة إلى كوريا الجنوبية حيث تعهد الرئيس ويونس سيوكيول خلال أول خطاب له عن الوزانية في الجمعية الوطنية اليوم الاثنين بأنه لن يتدخر أي جهد في مساعدة كوريا الشمالية على التعامل مع التفشي الواسع لكوفيد 19 نتابع في أول خطاب له عن الميزانية في الجمعية الوطنية قال الرئيس الكوري الجنوبي يونس سيوكيول يجب أن لا نتراجع عن تقديم المساعدة الضرورية للشعب الكوري الشمالي الذي يتعرض لخطر فيروس كورونا مضيفا إذا قبلت السلطات الكورية الشمالية فلن نتدخر جهداً في تقديم أي دعم ضروري مثل الأدوية ولقاحات كوفيد 19 والمعدات الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية كوريا الشمالية أحصت ثماني وفيات إضافية سببها حمى بعد أيام على إعلان البلاد تسجيلها أول إصابة بمتحور كوفيد 19 على أراضيها في حين دعى الزعيم كيم جونج أون إلى تعبئة فورية للجيش لحل مشاكل تتعلق باحتياطي الأدوية في بيونج يانج وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أفادت بأن كيم أمر اللجنة العسكرية بالعمل فوراً على تحقيق استقرار في إمدادات الأدوية في مدينة بيونج يانج وخلال اجتماع طرء للمكتب السياسي اعتبر كيم أن الأوامر لم تنفذ بشكل صحيح حتى الآن وأن الأدوية لم يجري توفيرها بالشكل اللازم للصيدليات وفق ما نقلت عنه الوكالة وفي شأن الثقافية مشاهدين وتحت شعار حوار الطبول من أجل السلام تصدفها القاهرة اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري وعلى مدى ثمانية أيام فعالية والدورة التاسعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون الترافية وسط مشاركة مرتقبة لثلاث واربعين فرقة فنية من عدد من الدول العربية والأجنبية وستقام فعالية هذه الدورة في عدد من المواقع التاريخية بالعاصمة المسرية التقرير مع الصالح تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام تصدف القاهرة في الفترة ما بين الحادي والعشرين والثامن والعشرين من الشهر الجاري فعالية الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون الثراتية دورة هذه السنة ستعرف مشاركة 43 فرقة فنية من عدد من الدول العربية والأجنبية وستقام فعالياتها بعدد من المواقع التاريخية بالقاهرة وستستضيف الدورة تونس كضيف شرف أكبر كم مشارك معنا هذا السنان بالإضافة لتنوع الأماكن المختلفة ومنهم مكان رجع لنا اللي هو الشارع المعز أو إحنا رجعنا له والحقيقة هنقدم يوم كامل في الشارع الثاني يوم يوم كامل في الشارع المعز يبدأ من الساعة الخامسة وبتجميع كل الفرق المشاركة في هذا اليوم لتقديم إبداعاتهم وعداتهم وتقاليدهم وستقام على هامش المهرجان ورش ومعارض للحرف التقليدية والمنتجات الشعبية فضلا عن تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في الحفاظ على التراث التقافي والفني ببلدانها وبحسب المنظمين فإن المهرجان يعكس التنوع الخلاق بين الفنون والثقافات ويؤكد أن الثقافة قادرة على مواجهة التحديات بكل ما فيها من تعبيرات نظرا لارتباطها بفكرة الحوار ومشاركة الآخر واكتشاف التنوع الخلاق نختم مشاهدنا نشرة بالخبر الرياضي حيث فاز العداء الإثيوبي بونسا ديدا والعداءة المغربية فاطم الزعراء كردادي بلقب الدورة الثانية والثلاثين لمراتون مراكش الدولي التي أقيمت أمس الأحد تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مدرزاية والتفاصل لقب الدورة الثانية والثلاثين لمراتون مراكش الدولي آل للعداء الإثيوبي بونسا ديدا في فئة الذكور وفاطم الزعراء كردادي في فئة الإناث قطع بونسا ديدا مسافة السباق في زمن قدره ساعتان وتسع دقائق وأربعة وثلاثين ثانية متبوعا بالمغربي سامير جواهر بساعتين وتسع دقائق وستة وثلاثين ثانية بينما حل الإثيوبي الآخر إندي شاو نيجيسي شومي ثالثا بساعتين وتسع دقائق وثمانية وأربعين ثانية كان صباقا جيدا نعم أنا سعيد وشهد صباق الماراتون إناث سيطرة للعداءات المغربيات عقب فوزهن بالمراتب الثلاث الأولى وهكذا فازت العداء المغربية فاطمة الزهراء كردادي بلقب هذه الضورة بعدما قطعت مسافة الصباق في زمن قدره ساعتين وأربعة وعشرين دقيقة وتسعة وخمسين ثانية محطمة بذلك الرقم القياسي لهذا الماراتون الحمد لله أنا فرحانا اليوم بتحطي مراقم القياسي ديال السباق الماراتون الدولي مراكش لما تحطم شهدي منذ سنوات وأصبح ماراتون مراكش الدولي تظاهرة دولية كبرى في رياضة ألعاب القوى ويطمح إلى استعادة المكانة التي كان قد احتلها سنة 2013 ضمن سباقات الماراتون على سعيد العالم بهذا مشاهدنا نصل إلى نهاية النشرة تفاصل أوفع عن أخبار المغرب والعالم تجدونها كالعادة على موقعنا الإلكتروني إلى اللقاء